إذن كيف تبدو الأوضاع بعد هذه الاشتباكات وهذه الخسائر؟ كيف تبدو حالة الإصابات؟ وأيضا كل الخسائر المادية وأيضا البشرية التي تعرضت لها ترابلوس بالأمس؟ نعم شروق هذه الاشتباكات التي استمرت على مدار ثمانية عشر ساعة والتي بدأت بقيام إحدى الوحدات التابعة لقوة حماية الدستور وهي كتيبة الردع التابعة لقوات عبد الحميد البيبة بشن هجوم على إحدى النقاط الأمنية والتمركزات التابعة لما يعرف بصرايا ثبار ترابل استحليل الكتيبة سبعمائة وسبعة وسبعون وعلى إثرها استمرت الاشتباكات لساعات قويلة تركزت في مناطق حيث تتواجد قوات صرايا ثبار ترابلس تحدث عن شارع الزاوية شارع الجمهورية كذلك منطقة جنزور وباب بنغشير استمرت هذه الاشتباكات والتي استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو المتوسطة أو الثقيلة انخفضت وتيرة هذه الاشتباكات لتعود مرة أخرى منذ ساعات الصباح الأولى حتى هذه اللحظة شروق تتواصل مع عدة مصادر سواء كان رسمية ببلديات ترابلس الكبرى أو المركزة بالعاصمة ترابلس أو كذلك عدة جهات حكومية أخرى يتحدثون عن أن الأوضاع هادئة في العاصمة ترابلس هناك نوع من الهدوء الحذر خاصة بعد انسحاب التشكيلات المسلحة المتواجدة داخل العاصمة التي تتبع لقوات حكومة فتح بشاغة إلى خارج الحدود الدرية إلى العاصمة ترابلس أيضا نذكر بأن القوات التابعة للواء سالم إجحاء ومعربية كتيبة 217 التي وصلت عصر يوم الأمس إلى مدينة أزليتن عادت وتراجعت إلى ثكاناتها حيث انضلقت من مدينة مصراتة فقط هي القوات التابعة للواء أسامة الجويلي بقيت تتمركز في الضواحي الجنوبية من العاصمة ترابلس أيضا قبل اللحظات كنا نتواصل مع مصدر بمطار معتيقة بمدينة ترابلس أفاد لنا على أن حركة الملاحة الجوية هي طبيعية أمام كافة الرحلات مبتداء منذ اليوم الأحد أيضا نذكر بأن ما أعلن عنه تحديدا من وزارة الصحة كحصيلة نهائية لالاشتباكات 23 قتيلا وأكثر 140 مصابا وجريحا إصابات متفاوتة ما بين المتوسطة والخفيفة والخطرة كذلك وصلوا إلى المستشفيات والوحدات الصحية بالعاصمة ترابلس أيضا نذكر أن أول رد جاء من عبد الحميدة بيبة بعد هذه الاشتباكات جاء فيها لأنه باقي في السلطة حتى إجراء الانتخابات ولن يسمح بأن يكون هناك أي مغامرات عسكرية أو أي محاولات للاستيلاء على السلطة بالطرق العسكرية كما جاء على لسان عبد الحميدة بيبة كذلك نتحدث عن عدة إدنات وضغوط تعرض لفتح بشغط لتساعات ليلة البارحة وحتى أثناء انطلاق هذه العمليات منذ بدايتها نتحدث من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عدد من الدول مصر الإمارات الجزائر وتركيا طالبت بوقف التصعيد العسكري بمدينة ترابلس والعودة ليب طيب هل هذه الإدنات والبيانات التي صدرت من الدول المختلفة كان لها أصداء كان لها الأثر على الداخل الليبي عبد العزيز نعم بالفعل الشروق يبدو أن فتح بشغط لم يحصل على الدعم الدولي أو القليمي لشن هذه العملية العسكرية أو لدخول إلى العاصمة نظر لتداعيات ولبعض الظروف المعينة التي احتكم إليها عبد الحميدة بيبة وكذلك فيما تعلق بالرغبة سواء الأقليمية أو الدولية أن يكون هناك انتخابات رئيسية وبرلمانية أو أن تكون مسألة السلطة في ليبيا من خلال توافق جميع الأطراف السياسية المتواجدة على الساحة في ليبيا هذا الأمر ما لم يحصل أيضا تحدث لأن مقربون من حكومة فتح بشغة يتحدثون على أن تلك القوات المتواجدة داخل العاصمة رابلس التي تدعم وتؤيد عبد الحميد دبيبة تعمدت استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة عندما اقتربت قوات لواء أسام الجويلي وهو تكرار لما جرى خلال المعركتين السابقتين أو المحاولتين السابقتين لدخول رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتح بشغة عندما استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وما تبعه من إدانات سواء كان على المستوى الإقليمي أو مستوى الدولي بكل تأكيد الموقف الدولي له صدن وأثر كبير في تسهيل مسألة استلام السلطة من قبل حكومة فتح بشغة أو على النقيد بقى عبد الحميد دبيبة وبالتالي الوضع على ما هو عليه اليوم في ليبيا حكومة تمارس مهامها الآن في السرط وأخرى متواجدة بمديرة طرابلس نعم وكمان عبد العزيز الفخري